قال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم إن الصلاة في الكنائس ضمن احتفالات عيد الميلاد المديد كانت مقصورة على الأباء التهنى والشمامسة في العام الماضي 2021 بعكس ما حدث هذا العام وشهدت الكنائس حضورا شعبيا بنسبة 25% من ساعة الكنائس وأشار إلى أن مشاركة الإخوة المسلمين في الاحتفال بعيد الميلاد تود بزيارة الرئيس السيسي الذي يحرص على الاحتفال بهذه المناسبة دوما ويتحدث بكل محبة ورسم صورة للمصريين مليئة بالمحبة والسلام والاستقرار والمستقبل الذي سنبنيه مع بعضنا البعض بدون شك أن بحجة العيد بالأمس ازدادت بالأكثر بزيارة التهناء التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية لتهنأت قداسة البابا والمسيحيين بمناسبة العيد والحقيقة الرسائل التي بعث بها الرئيس لكل المصريين رسائل مشجعة ورسائل بتحمل الأمل وبترسم صورة أفضل للمستقبل السلام والأمان الجمهورية الجديدة تسع الكل وستقوم بأياد الكل ترجمة نانسي قنقر